تلقى وزير الموارد المائية وردية هاني سويلم تقريرا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية حسام طاهر بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعية أوضح الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشعرات لحماية وتطوير نهر النيل حيث تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سهاج الغربي بطول 870 مترا وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضرية متطورة وأيضا تطوير مرسى عبارة المراغة كما يجري الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بعدة قرى بمحافظة أسوان وتواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائية للنهر وعلى جسوره على امتداد 1500 كم من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات